كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب حلقات وجه النهاري تتوالى ونتدارس اليوم الربع الثالث من الحزب التاسع والعشرين من القرآن الكريم ونبدأ بذكر مضامين هذا الربع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مضامين هذا الربع أولا فاتحته قل كونوا حزارة أو حديدا وخاتمته عند قول الله تعالى ونقد كرمنا بني آدم ذكر الله بعد الآية الأولى ذكر يوم البعث ثم بعد ذلك أيضا الآية التي فيها أمر العباد بقول الأحسن حتى لا ينزل الشيطان بينهم وثم قول الله تعالى وإن من قرية إلا نحن نهلكوها قبل يوم القيامة وهذا وعيد سديد وعيد بإهلاك القراء وأن الله لم ينزل المعجزات وذكر الله تعالى بعد ذلك أنه لم ينزل المعجزات التي طلبوها إلا لأن من قبلهم كذبوا بها فأبلكو مما قول الله تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما زعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة من القرآن ثم قصة آدم وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس قال أسجدوا لمن خلقت طينا قولوا سبحانه أو خلقا مما يكبر في صدوركم كل ما يكبر في صدورهم فهو لفظ عام وقيل الموت وقيل السماوات والأرض ومعنى فطركم أي خلقكم كما تقدم فسينغضون إليك رؤوسهم أي يحركونها استهزاء يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد أي تخرجون من قبوركم حامدين الله وقيل بحمده المراد بذلك أمره ومعرفته وطاعته ومعنى يلزغ بينهم أن يهيج بينهم الشر والوسيلة هي القربة والطاعة كما تقدم أيضا في سورة المائدة وقوله عز وجل وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا مهلفوها بالإفناء والاستعصال أو معذبوها عذابا شديدا بالجوع والمرض والفكر والزلازل والحروب والشقاء وقيل مهلكوها بالموت وفيه بعد وقيل الهلأة للصالحة والعذاب للطالحة وقيل كلاهما للطالحة هذا وهذا وقوله سبحانه وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس أي حاط بهم علما وقدرة فهم في قبضته ومشيئته وقيل حال بينك وبين الناس أن يقتلوك وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس قيل هي رؤية الإسراء وقيل في ليلة الإسراء فهي رؤية بالعين وقيل رؤية أنه يدخل مكة فرد عنها فافتتن بعض المسلمين بذلك والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم والملعونة أي المذمومة وقيل الملعون وآكل آه وقيل المبعدة عن منازل الأخيار ومعنى أرأيتك هذا الذي كرمت عليه أرأيتك أي أخبرني وقوله سبحانه خبارا عن إبليس حين قال لا أحتنكن ذريته أي لا أستعصلنهم بالإغواء ولا أقودنهم إليه هذا مأفوظ من احتنك الجراد الأرض أي استعصلها بالأخي أو من حنكت الدابة أصبت حنتها باللجان قال اذهب فمن تبعك منهم اذهب أي انضي لشأنك وليس الذهاب الذي هو ضد ضده المجيء واستفزز من استطعت منهم بصوتك أي استخفف واخدع بالدعاء إلى المعاصي وقيل بالمزامير وأجرب عليهم بخيلك وراجلك أي بكل راكب وراجل في المعصية وقيل المراد اعمل جهتك في أغوائهم وشاركهم في الأموال والأولاد أي في أكل الحرام والمتاجرة به وذبح القرابين للآلهة وفي الزنا وفي صبغ الأولاد بغير صبغة الإسلام وفي تعليمهم الشرك وعدهم أي لعود الكاذبة يزي لكم الفلك أي يسوقها ويسيرها ضل من تدعون إلا إياه أي غاب عن بالكم من تعبدون من دونه ومعنى حاصبا أي ريحا شديدة ترميهم بالحصباء وقيل هي حجارة من السماء ومعنى قاصفا أي ريحا تقصف كل شيء ومعنى تبيعا أي مطالبا أي طالبنا بما فعلناه بكم وليتذكر أولو الألباب اللطيفة البيانية هي في قوله سبحانه وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض هذا من السجع الخفي الذي جاء في القرآن وقد لا يتنبه له كثير من الناس والسجع هو كالشعر إلا أنه لا يشترط فيه الوزن هو ينتهي بقافية أو بروي واحد كما هو هنا انتهى بالضاد في الجملة الأولى وفي الثانية بالضاد أما الفائدة التربوية فهي في قوله تعالى وَقُلْ لِعْبَاديْ يَقُولُ الَّتِي هِي أَحْسَنُ الله أمرنا باتباع الأحسن وأمرنا بأن نقول الأحسن والأحسن اسم تفضيل وهو مفضل على ما دونه والقرآن بهذا يرقى بأهله إلى المحل الأرفع قولا وعملا وبه يتضح جمال الإسلام وجلاله في أجمل صورة وأفخمها ولو أخذنا بتعاليم الإسلام وجعلناها من هاجة حياة ودستور عمل لضفرنا وكنا من الفائزين ولا أريد أن أقول ولكن لأن فينا ولله الحمد من يأخذ بذلك ولكن وهنا يستحسن ولكن أريد أن نكون أقوى مقيلا وأهدى سبيلا استخرج من هذا الربع فعلا مجزوما